تحيات الوطن تحية جمهورية مصر العربية الطبع الأولى في قناة دارين وهذا أحمد المسلماني يحييكم السلام عليكم واحد الإعلام السعودي يهاجم قناة الجزيرة باستمرار كان الإعلام المصري بيهاجم قناة الجزيرة وباستمرار كتير جدا من الوطنيين والعروبيين والإسلاميين المخلصين في دول كتيرة جدا عربية وإسلامية بيتهموا الجزيرة بالعمالة لإسرائيل أو إن هي مشروع إسرائيلي أو مشروع صهيوني النهاردة في إعلاميين سعوديين بدأوا يهجموا قناة الجزيرة وده مش معتاة في السعودية وأطلقوا حملة لمقاطعة قناة الجزيرة وقالوا إن الجزيرة تستهدف مصر أيضا بتستهدف السعودية وزي ما أحد مرسليهم قعد مع الإرهابيين في سيناء بيفطر معهم وصورهم لايف وهم بعملوا عمليات إرهابية هم أيضا بيقولوا على شهداء السعودية أن هم قتلة ومش عايزين يعترفوا أن هم شهداء فالمقاطعة السعودية الإعلامية أو المطالبة بمقاطعة إعلامية السعودية لقناة الجزيرة وراء اتهام لصحفيين من قبل صحفيين سعوديين للجزيرة إنها مشروع إسرائيلي أسسه جهاز الموساد الاستخبارات الإسرائيلية ده كان كلام معتاد في مصر إن ما جديد في السعودية أن يصل اتهام إلى ما هو راسخ في ذهن الطيار العروبي والقومي والطيار الإسلامي المعتدل من علاقة الجزيرة بإسرائيل إذن حملة في السعودية لمقاطعة قناة الجزيرة واتهامات لها بأنها جهاز أو زراع إعلامي لجهاز الموساد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا